تزداد أوضاع النازحين في المخيمات صعوبة مع حلول فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الماء والكهرباء فضلا عن انتشار الأمراض وقلة الأدوية والحاجات الأساسية العائلات النازحة في مخيم بحركة للنازحين في محافظة أربيل اشتكت من تفاقم معاناتها داخل خيم لا تقيهم لهيب صيف قائد تصل حرارته لنحو خمسين درجة مئوية احنا هنا شدة الحرارة كهرباء ماكو مولد يعني يوم عاطل ويوم يصلحون يعني ما تعرف شغلته فنعاني كلش من هاي شدة درجات الحرارة اما النوم كأطفال وهذه مرضى تحت قليان الخيمة من شمع هذا الشادر يعني الناس نام بالشارع تنام برا يعني بس انه اكو ناس قاعدة للصبح نازح مخيم بحركة قالوا ان اوضاعهم الاقتصادية وعدم وجود فرص العمل تمنعهم من ترك المخيم واستئجار منازل خاصة احنا ما نقدر راح نأجر بيت بثلاثمية خمسمائة ألف واحنا لا موظفين لا احنا نازحين ما نغير الله نطلب الرحمة من الله بس يعني اما مسؤوليننا معيسين منهم حرارة الجو في الصيف وانعدام الخدمات الأساسية لم تكن آخرة هموم هذه الأسر في هذا المخيم بل ان انتشار الحشرات الضارة والأفاعي تسبب في حدوث إصابات بأمراض مختلفة والله هذا البيت هنا اذكر يمكن ذكروا وقالوا فاتت علينا البيت أفعة طبت عليهم على البيت وشافوها وكتلوها هنا بالكاربانات نفس الحالة هم تكررت نفس الحالة هم جاي يتعشون طبت عليهم على البيت أخوي من الناس هم فاتت عليها على الدكان على المحل الإهمال الحكومي بات واضحا في المخيم عبر تأكيد النازحين بعدم قيام الجهات المعنية بالتخفيف عن معاناتهم وعدم تقديم أبسط المستزمات لهم والله صار عنده سأل هذا يجبني صغير من الحر مرد ماكو بالليل بقى شناش بالليل بقى والله شناش جهال ده شناش وجوه انتهاء العمليات العسكرية وإعلان حكومة العباد النصر على مسلحي تنظيم الدولة لم يكن موعدا لعودة النازحين وفق ما روجت له التصريحات الحكومية أنذاك إذ ما زال الآلاف من العائلات النازحة بانتظار عودة تغنيهم عن هذا الواقع المريض في هذه المخيمات التي هربت إليها من بطش القصف والعمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر